موسيقى هياكم الله مشاهدين ما زلنا مستمرين معكم في برنامج أماسي الفن هو عبارة عن لغة ينقلها الفنان بطريقة تعبيرية مستوحى من تعابيره الداخلية العميقة وهو ترجم لمشهد معين أو موقف معين ينقلها الفنان بصورة فنية تعبر عما يدور في داخله والمحيط الذي يعيش فيه وللفن حاجة يحتاجها الإنسان في حياته كحاجته للماء والهواء ولا يمكن الاستغناء عن الفن ففيه الموهبة ومن خلاله يكون التطور الثقافي والفكري عند الشعوب فالفن التشكيلي وللحديث عن الفن التشكيلي يسعدنا استضافة الأستاذ سالم الجنيبي فنان التشكيلي بساكلة بالنور وسرور وحياكلة معانا الأستاذ سالم بساكلة بالخير يا ربا شكراكم على استضافة أول شيء بداية مبارك لك على تنصيبك رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية مبارك لك هذا الترجيح لو نتحدث في البداية للأستاذ سالم عن أبرز أهداف هذه الجمعية والخطة المستقبلية إن شاء الله لهذه الجمعية طبعا الجمعية من أهدافها إبراز الفناني على المستوى المحلي والمستوى الدولي نعم تشجيع المواهب في إعطاء الفرصة للفنانين في مجال الفن جميل إبراز مواهبهم بكل توجهاتهم واختلاف الفن يعني اللي تقدر تقول أن الفناني يقدر يلاقي فرصة في الجمعية إن شاء الله إن شاء الله جميل جدا نتحدث عن أهمية هذه الجمعية ويقدر نقول مكانها هنا في إمارة الشارقة ما أهمية مثل هذه الجمعية في إمارة الشارقة؟ طبعا الجمعية تقريبا زمن يعني كنا أواخر السبعينات اجتهدوا فيها الفنانين الكبار كانت مقصد لكل الفنانين الموجودين تقام فيها الأنشطة كان الفنان يعني يعتبرها البيت الثاني له جميل ولحد الآن تعتبر الجمعية متنفس للفنانين اللي يقدر الواحد يعرض فيه مواهبة وكل فنه جميل نعطيكم العافية الله يعافيك حاليا.' حاليا لو نتحدث عن الأستاذ السالم وتخصصها في مجال الفن التجريدي يعني ما شاء الله ن Sant' pena لو نتحدث عن مجال الفن التجريدي نحن حابين أننا نعطي لستاذ المشاهدين نبذة مفصلة عن الفن التجريدي الفن التجريدي هو يعني باختصار تبسيط الشيء تبسيط الشيء هو يعني اختصار الفن التجريدي يعني أن الفنان لا يرسم شيء الواقع يكون قدامه يبسط الشيء أنا عن نفسي أبسط الشخص وأبسط المكان المتواجد فيه الشخص أو مجموعة الأشخاص أبسطه في مشهد واحد في اللوحة نعم فقلت لي هو تبسيط الأشياء تبسيط الأشياء من أي ناحية استاذ سعر من ناحية تقريباً اللون نعم لكن اللون أي ثاني شيء هو أهم شيء الكتلة اللي هي الفكرة الكتلة يعني سواء كان مثل الإنسان يعني أبسط شكل الإنسان وجه الإنسان يتبسط الجسم يتبسط هو بأي شيء مو شرط الشخص أي شيء قدامك يعني تقدر تبسطه هو في التجريدي تبسيط الشيء من الحقيقة إلى التبسيط يكون الشيء مجرد عن طبيعته جميل ما شاء الله يعني هذه نبذة مختصرة عن الفن التجريدي يعني هذا هو مفهوم التجريد نقدر نقول صحيح جميل ما شاء الله وشو سبب اختيارك يعني مثل هذا الفن الفن التجريدي يعني سبب اختيارك لهذا الفن هو بدايتي أنا بدايت بالشخص نعم يعني أول تجربة سويتها نعم بدايت باسم الأشخاص و من مبدأ إلغاء الهوية نعم مبدأ إلغاء الهوية للإنسان أنه لا يتحدد المتلقي لمشاهد اللوحة لا يتحدد أن هذا شخص مثلا فلان هذا شخص فلان لا كنت أجرد للأشخاص يتساءل من الشخص هذا من هذا من هذا نفس الشيء يتساءل المتلقي لما يشوف اللوحة صحيح من هذا المبدأ اللي هو إلغاء الهوية أنا انطلقت بالفن التجريدي من البداية نعم شراء جميل جدا بس أتوقع الفن التجريدي هو فن عميق يعني نقدر نقول صحيح هو بدو فيه فنانين من قبل و لحد الآن مستمر للفن هذا ولكن خلال السنوات الأخيرة بالسبب من تواجد الفن المعاصر صار فيه اهتمام كبير في المنطقة عندنا يعني فصار الفنانين اللي يرسمون في الفن التجريدي قلة شوية و الأستاذ سالم هم شيء من بينهم؟ أنا مستمر فيه الحمد لله هل هناك أشخاص تتابعهم حاليا مستمرين أيضا كذلك؟ أو أشخاص من الماضي تتابعهم من خلال الفن التجريدي؟ أنا ممكن والله تابع على لوحات الفنانين قدامة يعني من فنانين مؤسسين لهذه المدرسة التجريدية تشوف دائما تشوف اللوحات تتابع الأعمال كيف بدت الأعمال هذه المدرسة هذه كيف بدت دائما أقرأ و أشوف و نفس الوقت أجتهد على نفسي في اللوحة ولكن كل فنان يكون له مسار معين يمحي عليه أو موضوع معين يبقى الفن تجريد تجريد مهما كان صحيح ولكن يعني مثلا بدقول ماذا يميز سالم الجينيبي مثلا؟ بقول لك إن لوحتي أنا أشتغل على موضوع الشخص مع الموسيقى في نفس الوقت نعم يعني أنت دائما صحيح و أنا أذكر شوفت بعض من اللوحاتك أنت تحب الدخل الفن الموسيقي من خلال اللوحاتك بلضب كيف يدك هذه الفكرة يعني هي فكرة جميلة جدا أتوقع و أنك أنت تدخل شيئين في شيء واحد صحيح هو يعني تقدر تقول كل كل فن الرسم فنو الموسيقى فن و لكن شو اللي يفرق أن الرسم جمالية بصرية صحيح الموسيقى الجمالية سمعية صحيح فأنا من هذا المنطلق يعني حبيت أدمجهم مع بعض في مشهد واحد في اللوحة أن المتلاقي يشوف اللوحة يستمتع فيها بصريا و لكن الموسيقى تخلق شيء عنده في فكرة أنه موجود الموسيقى و لكن ما يقدر يسمحها لكن يقدر يشوف الألوان الموجودة في اللوحة صحيح بالضبط جميل ما شاء الله أنزين الفن التشكيلي يعني نقدر نقوله فن واسع ما شاء الله هل فكرت أنك أنت توصل رسالة معينة من خلال هذا الفن؟ و كل فنان له رسالة هو دايما أنت تسمع الفنان لبن بيئته و يرسم كل شيء يكون محيط حواليه دايما يرسمه للفنان أن يوصل رسالة لغيره و لكن رسالة هاي تحيانا تكون للناس اللي حواليه و الناس اللي تكون مثلا بعيد عنه و خلال مشاهدة اللوحة و ممكن توصل رسالة للفنان مهما كان مكانه يعني احنا وصلت مثلا رسالة للفنانين من بلدان بعيدة شفناها و رسالته وصلت مجرد شو؟ مجرد أن الشخص شاهد لوحة صحيح لا هي فيها كتابة ولا أي قصة ولا أي شيء مجرد رسم فرسالة الفنان توصل جميل جدا لو نتحدث عن اللوحة اللي موجودة على الشاشة حاليا نعم اللي معرضة على الشاشة حدثنا عن هذه اللوحة هذه اللوحة هي من مجموعة أعمال رسالة تقريبا عشرين لوحة في الفترة الأخيرة نعم المجموعة بعنوان سيمفونيات بصرية نعم اشتغلت فيهم هي طبعا مثل ما تشوف تجريت الموضوع الأشخاص مع الموسيقى تشوف الأشخاص الذين يعزفوا نعم يعني الحمد لله انتهيت من مجموعة عشرين عمل يكون لي معرض قريب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله سنكون من أوائل حضور لهذا المعرض بإذن الله أيضا هذا لوحة ثانية للأستان سالم الجنيبي صحيح لوحة جميلة وفيها تميس والألوان وفيها الألوان مختلفة اللوحة هاي تختلف فيها شوي يمكن هذه اللوحة الوحيدة اللي هي الألوان القوية الفاقع والصارخة نفس الوقت يعني حتى يمكن لما رسمت اللوحة هذه يمكن خلال يومين تقريبا لكن الحمد لله أستطيع أن أتمكن من الألوان بشكل سريع في هذه اللوحة جميل جدا وهو شيء يجب أن تتمكن من الألوان وتأخذ الألوان بعين الاعتبار وتختار الألوان المناسبة كذلك صحيح أنا في اللوحة صراحة لا أستطيع أن أبعد بالألوان ترى كل لوحة من لوحاتي ترى اللون الواحد يتدرج الألوان التي حوله يعني لا أبعد في اللون بدرجة كبيرة يعني مثلاً اللوحة التي فيها الأصفر ترى أنني أختار جنبها البني قليلا ترى أنني أختار قليلاً لون قريب من الأصفر أو البرتغالي صحيح هذا ما نشاهده في هذه اللوحة التي موجودة عندنا حالياً في الستيديو أيها بالضبط هذه اللوحة موجودة فيها ألوان كثيرة يعني ما شاء الله الأحمر الأصفر التوقع بعيد والبرتغالي كذلك حدثني عن هذه اللوحة هذه اللوحة هي متميزة شوية عن اللوحات الباقية ليش؟ اللي يميزاً اللوحة هذه غسمة اللوحة هي طو releasesة متر في متر مساحة اللوحة كاملة رسمتها بضربات الفرشة يعني ما فيها مسح للفرشة أبداً هذه اللوحة الوحيدة بطريقة هذه هذه ما فيها مسح لديها مسحة الفرشة إن.. بس ضربات الفرشة ضربات الفرشة ايه نعم بأخذ وعون من كل درجة لون ضربة الفرشة لا أمسحها أبداً في اللوحة هذه اللوحة الوحيدة صراحة لوحة جميلة جداً لكن كيف قدرت أنت تشكل هذه اللوحة من خلال الضربات؟ أرى أن أعتمد على الأساسيات أساسيات في الرسم في اللوحة التي تحكم بالمساحة للوحة تحكم بالخطوط بعدين تحكمت بالمسافة والمساحات بدأت أوزع الألوان بالدرجة أن ترتاح لها العين المشاهد صحيح، فعلاً لوحة جميلة جداً و توقعت ناسب برنامج أماسي و فيها توازج من بين الألوان زيك الله خير و أيضاً استخدمت الفن الموسيقي كذلك في هذه اللوحة هذه من ضمن العشرين اللوحة سيمفونيات البصرية و أحد منهم المجموعة الأخيرة هذه آخر لوحة؟ لا، هذه ليست بآخر اللوحة تقريباً، فيها بعدها اشتغلت بعض مجموعة ولكن أنا اخترت اللي ناسب يكون تكون موجودات اليوم إن شاء الله جميل جداً طيب، هذه اللوحة كم خذت منك من الوقت؟ والله تقريباً يومين هذه يومين؟ تقريباً يومين يعني عمل مستمر يومين؟ يومين مولي و 40 ساعة؟ لا 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 يعني أنا أرسم باليوم يمكن 3 أو 4 ساعات 3 أو 4 ساعات؟ يعني تقدر تقول هذه ممكن 8 ساعات هذه 8 ساعات بالضافة أنا الحمد لله لما اشتغل في اللوحة أكون سريع يعني إذا اشتغلت باللوحة ببطئ تكون تخترب عندي اللوحة يعني أنت تحب السرعة أسر منك وتتميز يعني إذا اشتغلت بشكل بطيء ستتخرب اللوحة حتى السرعة عندي في العمال الفنية التي متع فيها استمتع فيها مثل هذه اللوحة أتوقع فيها عمل كبير يعني أنه فيها تعب نقدر أنت استخدمت الضربات نعم فإذا وصلت لآخر اللوحة مثلاً اخترب ألدك شيء لا أتركها يمكن أن أياه بعد يوم الثاني وأيضاً تقدر تعدل على اللوحة؟ أقدر أعدل على اللوحة أنا أستخدم الروحة لأكل لك أكل لك يعني خلال ساعة بكثير ساعتين يكون اللون ناشف جميل أقدر أعدل عليه ما شاء الله الحمد لله نعم لو نتحدث عن أعمالك يعني هل أن البيئة المحلية دائماً تأثر على أعمالك؟ أنا اشتغلت كذا عمل من البيئة المحلية يعني استخدمت الألوان البيئة الإماراتية نعم من الأسف لم أجبتها معي اليوم نعم كذلك واستخدمت الأعمال الفنية من ضمن مجموعة هذه القماش 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 التراثي نعم اخترت على حسب لون اللوحة كنت أشتري قطاع القماش القماش القريبة من لون اللوحة لكي تتناسق الألوان نعم و كنت قصة و أزعها على اللوحة و أرصقها لكي تكتمد اللوحة بشكل متناسق في الألوان يعني حطيت أثر من بيئتي أنا على الأعمال الأخيرة موجود جميل جدا دراستك في مجال الفن كيف أثرت على أعمالك الفنية؟ خصوصا أنت تخرجت من معهد الفنون معهد الفنون صحيح كيف كانت تأثيرها على أعمالك حاليا؟ وهو تأثيرها على أعمالي عند كل الفنان موجود لماذا؟ لأن درسنا أساسيات الرسم نعم و أساسيات الرسم يستخدمها كل الفنان نعم شخص يرسم و لا يستخدم أساسيات الرسم لا يمكن فكل لوحاتي الموجودة لدي تأثير موجود في البداية لماذا النهاية؟ كلما أبدأ أتحكم بالمساحة بالخطوط أعمال على التكوين في اللوحة يمكن أن هذا نحن درسناه قبل على الأعمال الواقعية نعم عندما كنا نرسم الطبيعة مثلا عندما كنا نتعلم الرسم صحيح لكن هذا الشيء موجود لغاية الحين لأن اللوحاتي لا يوجد طبيعة لكن هناك أشياء من خلال مسجد ألوان و يقدر التحكم في المساحات و الخطوط أن أستخدم هذه الأشياء للحين في اللوحات شميل جدا بأثر لتعلمتها في المعهد لغاية اليوم أستخدمها موجودة في اللوحات الحمد لله الأستاذ سلم لو نتحدث عن هدفك أو الأفكار التي تريد أن نشرها من أعمالك الفنية طبعا هي أن يصل المعلومة للمشاهد نعم أنه ممكن أن تصل إلى الفكرة عند كل شخص من خلال اللوحة يعني أنا مثلا من خلال فني أرسم على الكامفس يعني أنجز اللوحة ممكن أن أوصل كذا أفكار للأشخاص الذين يرون اللوحة في معرفة أو أي مكان اللوحة موجودة فيه بكذا طريقة يعني دائما الفنان يستخدم الإحساس يكون موجود صحيح يعتمد عليه في أكثر من أشياء صحيح يعني يعتمد عليه من خلال اللون يعتمد عليه من خلال نوع الفن الذي قدمه يمكن أن مبلوحة يمكن أن فن التجهيز أو فن التركيب الذي يترك أثر عند الفنان تقريبا تقدر تقول كيف ينقل الإحساس من شيء ملموس إلى شيء نظري نعم عند المتلقي عند المتلقي عندما يرى العمل هذا يصل للتأثير هذا الفنان على طول من خلال من خلال إبداعه أو من خلال طريقة عرض العمل الذي عرضه هذا فيستخدم الفنان يستخدم عدة أشياء من البيئة مثلا أو كفنان يرسم على اللوحة يستخدم ألوان التي توصل ما يريد أن يوصله الفنان للمتلقي نعم فهذا الأشياء التي تفكر أن تتوصلها من خلال هذا الفن نعم نحن حبينا نتحدث حاليا عن اللوحة الثانية الموجودة عندنا في الستيديو كذلك ألوانها يمكن أن نقول أنها غامجة نعم واستخدم فيها الموسيقى كذلك بالضبط حدثني عن هذه اللوحة اللوحة هذه بعد رسمت اللوحة هذه بالفترة لسمت اللوحة الصفرة تقريبا نفس الوقت نعم أنجزت اللوحة هذه الصفرة بسرعة واللوحة الثانية هذه أنجزتها بطريقة جدا سريعة الذي ينجح اللوحة عندي هي السرعة المفترض أن أتمكن من التحكم في التكوين في العمل الفني سر نجاح العمل الفني اللوحة لأن الفنان يستطيع أن يتحكم بالتكوين بالتكوين فقط لأنني لا أستطيع أن نرى هذه اللوحة مثلا هناك شيء الفنان يستطيع أن يرسم عليه لكن ما مثلا سأقول لي لماذا رسمت ثلاثة شخاص نعم هم ثلاثة شخاص ثلاثة شخاص ثلاثة شخاص ثلاثة شخاص تستطيع أن تقول عشان عدد فردي نعم أنا لو رسمت أربعة في تكرار مثلا تقول لي هناك تكرار في اللوحة لكن يغير شيء من خلال نظرة المشاهد الأعداد الفردية دائما في اللوحات مثلا الثلاثة أو السبعة أو التسعة نعم فأنا دائما أكثر لوحات يستخدم فيها لو رسمت فيها الشخاص العدد الفردي نعم لهذا السبب تم اخترت ثلاث أشخاص وأتوقعت أيضا ثلاث أشخاص ماسكين آلات موسيقية ماسكين آلات موسيقية موجودة يعني أنا دائما أشتغل على مجموعة الأشخاص يعزفون تشوف فرقة موسيقية و و كسترا ولكن ليس كأنهم يعزفون يعني ليس كأنهم عازفين أهم أساسا يعني عادي أيضا كذلك مشاهدين كلهم مشاهدين كلهم من عامة البشر يعني يعني نتحدث الألوان الموجودة في هذه اللوحات أيوة هي الألوان بصراحة أنا الحمد لله يعني أكثر الفناني قلوا لي سالم أنت ملون و هذه ميزة تكون عند الفنان يعني الحمد لله أنا متمكن منها فعلا ألوان جميلة يعني و فيها تمازج و هي صحيح أيضا أن الألوان غامجة لكن الألوان تفتح النفس يعني تريحي عيونك في النهاية مثل ما يقولون أن يوم أن تشوف اللوحة تستانس و عيونك ترتاح هذا أهم شيء بك بالتأكيد أنا أهتم باللوحة بالألوان أنا أسقها بس شرطة أن الألوان يعني ذات بريق وتكون ألوان نظيفة في العمل ما شاء الله جميل جدا الأستاذ سالم إذا تحدث عن طقوسك قبل أن تبدأ في العمل الفني حدثني عن هذه اللحظة والله اللحظة هذه يسبقها شيء قبل دعنا نتحدث من الشيء الذي يسبقها يعني تقدر أن تقول من خلال الساعات التي قبل أن أرسم فيها أو من خلال اليوم كامل أو يومين نعم كاملين مثلا طبعا المكان دائما يؤثر فيني أنا مه ليس بالمكان الذي أرسم فيه المرسم لا خارج البيئة التي حوالي المحيطة فيني أنا صحي يعني دام فيه أشخاص في اللوحة فدائما أنا أكون أتأثر بأشخاص براء في حياتي اليومية في وظيفتي عند أصدقائي عند أهلي كل مكان هناك تأثر من الأشخاص التي حوالي دائما تلقاني أرسم الأشخاص في اللوحة في تأثر من البيئة التي حوالي تلقى ألوانها في اللوحة عندي بعدين أرسمها هذه أنا تغوصي في الأعمال الفنية الموجودة ما شاء الله وفيه وقت معين فيه مكان معين والله أنا وقت معين صراحة لا أعتمد على وقت معين أبداً بس يعني هو وقت الفراغ يعني يعني خليني أنا أرسم صحيح بالضبط والمكان المكان أنا لا أعلي مشكلة أرسم والجو الجو يعني أنا صراحة يعني سنة من السنين كنا في 2016 تقريباً كنت بشارك مهرجان في تونس نعم فالجو كان في الصيف ما كان الجو بارد بس كنت مستمتع كنت مستمتع كنت مستمتع أرسم بأنا مستمتع يعني الحمد لله ما عندي مشكلة في الجو في شهر ثلاثة تقريباً كنا في بيلاروسيا مشاركة بعد عندنا هناك نعم كنت أرسم بات في الجو في الهواء في البرودة يعني درية الحرارة كانت واحد تقريباً أو اثنين في الجو كنت أرسم براح وكيف الشعور يعني أكيد فيه اختلاف فيه اختلاف طبعاً حلوة تجربة حلوة تجربة في الاختلاف الفنان يرسم أكثر من مكان يستمتع صحيح ويرو أنك بعد ترسم في الجو الحار كذلك هو شيء جميل وتستمتع كذلك عفواً إن زين لو أتحدث حالياً ما يعني لك هذا الفن الفن التجريدي ما يعني لك الرسم أنت في حياتك حالياً استمتع أنا في البداية الفن يعني لي شيء كبير يعني الفن بالنسبة لي أنا له أولوية أكثر من أشياء ثانية في حياتي صراحة يعني لدرجة أني أنا أرسم مثلاً مرات وطوفني أشغال وأشياء مهمة كثيرة لأني بس كنت أرسم نعم ما شاء الله جميل جداً يعني نقدر نقول أنه هي حياتك الثانية شيء جزء من يومك طبعاً وتفرق طاقتك السلبية كلها في الرسم صحيح وفي أشخاص كذلك أيضاً يعني عندهم أشياء ثانية يفرقون طاقتهم السلبية فيها فأنت نقدر نقول تفرق طاقتك السلبية من خلال الرسم تريح مزاجك بالك تحس يومك يكون فيه شيء يوم أنت ترسم هو أشوف أنا يعني يعني الحمد لله ما أقول لك يعني عشان طاقة السلبية وكذا ولكن الفن أنا أحترم كثير والفنان دائماً لجب أن يكون صادق مع شغله مع اللوحة يعني صحيح مع فنه إذا ما كان صادق مع الفن ما بينجز الأعمال التي تكون بعدين ذات أهمية صحيح ولها تأثيرها في الواقع التشكيلي نعم ولكن الحمد لله المفروض الفنان دائماً يحترم فنه ويكون صادق مع لوحده صحيح بكل تأكيد في النهاية أستاذ سالما لدي سؤال أخير أتوقع يمكن أحصل الإجابة عندك لو نتحدث عن أسباب يعني عزوف الجيل الجديد عن الفن أو نقدر نقول قلّوا الناس اللي هم حالياً يرسمون أو يتخصصون في بعض من الفنون يعني مثل الفن التجريدي شو السبب برايك؟ المسألة مش عشان أخصص الفن التجريدي المسألة أن شوية عندنا يعني في السنوات الأخيرة الشباب صار لهم أكثر من مجال مفتوح صحيح حالياً يعني مثل تقول مثلاً الجيل القديم عندنا هنا في دولة الإمارات مثلاً الجيل القديم من الفناني في الثمانينات مثلاً ما كانت وسائل يعني المجالات أو الوسائل مثلاً الشخص يقدر ينمي موهبته فيها و يتسلى فيها و يبدع فيها كانت قليلة ولكن يعني كل واحد كان بس يرسم تجد أنه يعني خذ اهتمام كبير و زمن كبير منه و اشتهد في فنه صحيح صحيح خاصة للشباب يعني يسيروا في المسار هذا ولكن الفن يعني إن شاء الله دورنا كجمعية الإمارات الفنون التشكيلية استقطاب الشباب و الإهتمام فيهم و إبرازهم على الساحة الفنية شميل جداً و إن شاء الله من هدافنا و سنشتغل عليها قريباً إن شاء الله الله يوفقكم أستاذ سالم الجنيبي أنا سعتبر الحديث معك و كان حوار جداً جميل و شيء و يوفقك إن شاء الله و إن شاء الله و إن شاء الله نشوفكم في معارض أخرى جميلة و جديدة بإذن الله و إن شاء الله نشوف المجموعة الأخرى كذلك في المستقبل بإذن الله إن شاء الله مشاهدينا إلى هنا وصلنا و إياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة نترككم في حفظ الرحمن مع السلامة إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر